أبدأ معك سيد لبمن لنتحدث عن التصريحات الأخيرة لمستشار رئيس الأوكراني يقول أن المفاوضات مع الجانب الروسي صعبة لكن يمكن الوصول لحل وسط برأيك ما طبيعة الحلول الوسطى التي يمكن أن تضح حد لهذا النفق المظلم؟ أعتقد أنه في البداية إذا كان هناك تسوية سلمية بين روسيا وأوكرانيا فإنه من المنظور الروسي سيريدون تحييد أوكرانيا وجعلها لا تنضم إلى الاتحاد الأوروبي ولا إلى حلف شمار الأطلسي وما قد يرغب فيه الأوكرانيون هو إصلاح وترميم ما تدمر والانسحاب الفوري للقوات الروسية من أوكرانيا أعتقد أيضا أنهم قد يطالبون أي الروس بسيادة شبه جزيرة القرم وتبعيتها لروسيا بالإضافة إلى استقلال لوغانسك ودونباس إذا حدثت هذه التوافقات قد يكون ذلك أرضية لتسوية ونأمل أن يحدث ذلك لأن هناك حرب مروعة تحدث كل يوم هذه التوافقات سيد ليبمن تكون بعيدة عن الموقف الأمريكي؟ أعتقد أن الموقف الأمريكي قد يدعم هذا لأن هذا سيوقف روسيا في أوكرانيا ويمنعها من التمدد إلى دول أخرى السؤال الأكبر الآن هو هل روسيا ستتوقف فقط عند أوكرانيا؟ وإذا كان الحال كذلك وهذا نقاش داخل إدارة بايدن هذا قد يستدعي ردا واحدا معروفا وإذا كانت أوكرانيا مجرد بداية كما قال زيلينسكي هي بداية لاستهدافات أخرى لأومن ديمقراطية في أوروبا بالقوة في تلك الحالة يجب أن يكون الرد أقوى لأن روسيا أعلنت الحرب على أوكرانيا وهناك من يقول أن روسيا هي التي صعدت وهي التي خرقت الخطوط الحمر وهي الآن تزحف في أوكرانيا نحن لا نجاري هذا الخصم الروسي لذلك أمريكا لا تصعد هي أساسا تلعب وتنخرط في هذه الحرب الدفاعية وتظهر لروسيا أنها إذا زحفت أكثر ستكون هناك عواقب اقتصادية لكن كثيرون يقولون أن الوضع الحالي غير مسبوق لأن بوتين هو الذي يهاجم والغرب هو الذي يدافع والغرب قد يصطدم مع روسيا بشكل مباشر أكثر إذا تصاعدت الأمور نحن نحاول أن ننكر هذا الأمر حاليا مع العلم أن هناك حربا كانت في السنوات السابقة باردة بين الغرب وروسيا والآن الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن تدافع عن الديمقراطية وعن قيمها وعليها أن تنذر الصين وتحذرها حتى لا تدعم روسيا لأن الصين هي الدولة الأساسية التي يمكن أن تصنع الفرق في تسوية سلمية وسياسية مع روسيا وإذا لم تفعل ذلك فإن روسيا قد تواصل عنفها في أوكرانيا أسأل أيضا متناقضة أعطيت لكييف دكتور محمد دعني أسأل هنا سيد هارلي لبمن فيما يتعلق بالانضمام إلى حلف النيتو اليوم زيلنسكي يقول يجب الاعتراف بأن أوكرانيا لن تتمكن من الدخول لهذا الحلف لماذا لم تكن هناك صراحة وشفافية بأن هذا البلد هو في المطلق محايد يعني عبر التاريخ كان محايدا وبالتالي لماذا إيهام كييف بأنها ستنضم في قرارة الحلف أن لا يمكن ضمها ما رأيك؟ أعتقد أن زيلنسكي كان حكيما عندما تحدث عن هذا الموضوع وقال إن أوكرانيا تسعى للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وأعرف أن جواب ضيفكم عن سؤالك قد نأخذ انطباعا بأن مخاوف روسيا لم يتم التعاطي معها وأنا لا أفهم هذا التحليل روسيا لديها أكبر قوة عسكرية في الإطلاق أكبر حتى من الجيش الأمريكي وليس هناك أي تصرفات صادرة من أوكرانيا أو دول الناتو تهدد روسيا الناتو كيان دفاعي بامتياز لا يفعل أي شيء لتفزاز الروس ما المانع أن هذا الغرب يعطي ضمانات مكتوبة للجانب الروسي طالما أنه لا يوجد تهديد بشكل مطلق انطلاقا من الأراضي الأوكرانية ضمانات مكتوبة بأن أوكرانيا لن تنضم للناتو أم أنه لن يكون هجوم على روسيا الأمرين سيئان سيد لبمان أعتقد أن الأمر يتعلق بمفاوضات بوتين يعرف أن أوكرانيا لا يمكنها مهاجمات روسيا أوكرانيا تلام فقط لأنها نظمت انتخابات ديمقراطية وأكثر من 70% سوات لزيلنسكي ونعرف أن الروس كانوا يكذبون كانوا يقولون لن يهاجم أوكرانيا وكانوا يقولون هذه مجرد مناورات عسكرية لذلك لا يمكن الوطوق بهم هم فقط يريدون أن يستولوا على أراضي أكثر وهذا ما يفعله الدكتاتوريون في التوسع كما قال ضيفكم هم لديهم تدخلات في جورجيا وكذلك في شبه جزيرة القرم هذا لم يشبع طمعهم لذلك المستبدون عادة لا يتوقفون هكذا فقط المستبدون يتوقفون في الحروب العسكرية فقط عندما يجبرون على ذلك أنا لست من السقور وإنما من الحمائم أحب السلام لكنني أعرف أن هذا المجال يذكرنا بما حدث في 1993 أن نعرف أنه في الحرب العالمية الثانية لم يكن هناك أي شيء يقغف هتلر لذلك هناك دروس مستفادة من التاريخ وهو أنه يجب أن نكون صارمين مع أي أمة تريد فقط أن تستولي على أراضي دولة ضعيفة أو أصغر إذا نجحت روسيا في هذه الحرب وإذا سيطرت بالكامل على أوكرانيا فهي ستغير تماما النظام العالمي وهذا يعني أنها سترسل رسالة إلى العالم إذا كنت دولة قوية يمكن أن تستوي على دولة ضعيفة فقط يمكن أن تدعي أنك لم تحصل على مخاوف وضمانات أمنية وأشياء من هذا القبيل كل طرف يمكن أن يدعي تظلمات وأن له مخاوف لذلك هي فقط تستخدم هذه الادعاءات كما نعرف في اتفاقيات فيرساي والحرب العالمية الثانية كان هناك رغبة في سلطة أكبر وبالتالي تم استخدام مثل هذه الادعاءات نعرف أن بوتين يميل إلى هذه النستالجية للاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية كل تلك المخاوف كان يمكن مناقشتها لكن هو فقط يريد أن يحتل أوكرانيا الغرب إذن علي أن يكون صارما هذه لحظات حاسمة بالنسبة لإدارة بايدن وإذا لم تتصرف بشكل حازم ضد روسيا فهذا سيجرئها أكثر كما قال ضيفك ستذهب لتستهدف دول أخرى ليست دول الناتو كمولدافيا ونعرف أن هناك دول ليست في الناتو مثل السويد وفنلندا وقد تكون مستهدفة سيد لبمن نتحدث عن هذه العقوبات روسيا فرضت عقوبات على شخصيات في الولايات المتحدة الأمريكية كيف يمكن التعليق حول هذه العقوبات ما رمزيتها برأيك أعتقد أن هذا يعكس الضعفة الروسية لن تفعل أي شيء ولن تلحق الدرر بالأمريكيين هنا روسيا حاولت أن تظهر أنها يمكن أن تؤذينا أيضا لكنني لا أعتقد أن لهذا رمزي أو أي تأثير الذي يهم هنا فوق كل شيء وأن الناس ينظرون إلى القيادة الغربية الدول تتطلع إلى الحرية والاستقلال وما تريده روسيا في أوكرانيا هي إمبريالية هي تريد أن تستولي على جيرانها وهذا لا يجب السماح به من قبلنا جميعا لا أحد يريد من دولة كبرى أن تستولي على الدول الصغرى أو الدول الأضعف الناس يريدون الحرية يريدون تقرير المصير وأشياء كهذه بالنسبة لناتو أسباب الوحيد الذي جعل أوكرانيا تطلب الاندمام إلى الناتو هي خوفها من روسيا هم يعرفون أن أي تهديد لأمنهم ووجودهم يأتي من روسيا لذلك الناتو كان فقط يريد الدفاع ضد روسيا التي تتوسع والناتو ليس تهديدا بأي شكل من الأشكال لروسيا ولم يكن هناك أي أيديولوجيا أو تدريب أو عقيدة لدى الناتو تحيي بذلك أو تتحدث عن هجمات ضد روسيا لذلك إذا نظرنا إلى التاريخ وتعلمنا منه نعرف أنه لا يجب تكرار تلك الأخطاء التي حدثت في التاريخ المعتدي يجب وقفها وإلا فإنه يتجرأ أكثر الغرب يجب أن يتخذ الحرب سيد لكمان ولكن موسكو تتحدث أيضا عن انتهاكات لحقوق الإنسان منذ ثمان سنوات تقوم بها كييف ضد الأقليات الروسية نتحدث عن خمسة عشر ألف شخص قتلوا خلال هذه السنوات يعني الغرب لا يرى كل هذه الانتهاكات مرة أخرى إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق الإنسان يجب التحقيق بشأنها هذا لا يجب أن يقبل أنا مع احترام حقوق الإنسان لكل الأديان وكل الجنسيات وكل الأقليات علي أن أقول إنني قد أفاجأ إذا وجدنا أي انتهاك لحقوق الإنسان واسع النطاق لا أعتقد أن الأوكرانيين يفعلون ذلك هما لديهم مصهرات وعلاقات جيدة مع الروس سيد ليبمان اسمح لي على المقاطعة المندوب الروسي اليوم فقط في الأمم المتحدة يقول بأن الغرب لم يدن العملية الأخيرة التي قامت بها أوكرانيا ضد لغانسك ودونيتسك إذا كانت هناك انتهاكات والولايات المتحدة الأمريكية لم تدنها فهذه مشكلة للولايات المتحدة الأمريكية وهي محط انتقاد كل انتهاك لحق الإنسان يجب إدانته من طرف الجميع الولايات المتحدة الأمريكية هي مثال عندما انتهكت حق الإنسان في حرب الفيتنام فإنها أقرت بما فعلت وتقبلت النقد وأولئك الأشخاص كان عليهم أن يواجهوا العدالة أولئك الذين اقترفوا فضاعات ضد المدنيين في فيتنام إذن أمريكا تريد أن ترى إلى ما تفعله هي وما يفعله الآخرون وتقول الجميع علينا أن نحترم المعايير نعم ولذلك في نهاية المطاف ما تقوله روسيا غير متطابق مع ما تفعله هي فقط تريد مزيدا من الأراضي